سر ملوحة مياه البحر حكاية من التراث النرويجي هل منكم من يعرف سر ملوحة مياه البحر؟ منذ زمن بعيد كانت مياه البحر حلوة المذاق كمثيلاتها من مياه الأنهار والبحيرات ومنذ زمن بعيد لم يكن ممكناً الحصول على الملح بمجرد فصله عن مياه البحر لذا كان الملح ثميناً جداً أثمن من الذهب والمجوهرات في ذلك الوقت كان يعيش لارس وأخوه هانس في إحدى وديان النرويج وكان لارس الأخ الأكبر غنياً جداً بل أغنى رجال الوادي وكان تاجراً يعمل بالملح الذي يستورده من جزر الجنوب وكان أخوه الصغير هانس فقيراً جداً ويعيش قرب الشاطئ مع عائلته الكبيرة أكثر من ذلك فلم يكن صيد ذلك العام وفيراً ولم تجد عائلة هانس ما تقتات به وذات يوم أرجوك يا أخي ساعدني الأولاد جياع ولا أجد في بيت طعاماً يأكلونه أرجوك ساعدني فأجابه الأخ عليك بفضلات الطعام المتبقي وهذه آخر مرة أقدم لك فيها شيئاً أفهم؟ وستلقى معاملة مختلفة إذا ما أتيت للغرض ذاته في المرة القادمة ومن الأشجر بك يا من لا تصبح لشيء أن تذهب إلى الهاوية هيا اذهب أغرب عن وجهي أذهب إلى الهاوية؟ هكذا حسناً كان هانس متيعاً جداً وسرعان ما امتثل لنصيحة أخيه وشرع في الذهاب للبحث عن الهاوية حاملاً حقيبة على ظهره هل لك بمساعدتي يا سيدي أريد الذهاب إلى الهاوية؟ ماذا؟ أتريد الذهاب إلى الهاوية؟ أجل الهاوية في نهاية هذا الطريق يا سيدي نعم شكراً جزيلاً يا له من رجل غريب ما زال شاباً ويود الذهاب إلى الهاوية سار هانس في الطريق كما قال له الرجل العجوز فمشى ومشى ثم مشى حتى وجد نفسه وسط الغابة سأنال قصداً من الراحة يا وهكذا سقط هانس في حفرة عميقة تقدم هانس جهة مصدر الصوت أين أنا يا ترى؟ كانت تلك رقصة الأشرار معذرة لأني قاطعتكم أثناء الرقص ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ هذه هي الهاوية أرجع أن أجيبوني من أنت؟ أخبرنا قل لي عن اسمك من أنت؟ أنا اسمي هانس يا سيدي هانس؟ لم أسمع باسمك من قبل هل له حجز مسبق؟ سأتأكد فوراً كلاً ليس عندنا حجز لأحد بهذا لسي يا سيدي يا لك من غبي ما الذي تريده بتجوانك هنا دون حجز مسبق؟ أين تظن نفسك في حديقة الزهور لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى هنا دون حجز مسبق؟ هل فهمت؟ ها؟ حسناً فهمت فهمت أنا آسف سيدي أنه بقاله يا سيدي أنه بقاله انتظر 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 لحظة يا هانس أريد أن أسألك ماذا عندك في الحقيبة؟ لدي بعض اللحوم مخلفات بسيطة ماذا؟ لحوم؟ لحوم؟ كان الأشرار يحبون اللحوم كثيراً والآن يا صديقي ما رأيك أن تبادلنا ما معك ببعض من كنوزنا؟ ها؟ تقول كنوز؟ إنها طاحونة يدوية ليست طاحونة عادية ستعطيك كل ما تصم إليه نفسك عليك أن تأمرها فقط إنها عجيبة طاحونة عجيبة؟ ستعطيك كل ما تريد وعندما تكتفي ولا ترغب بالمزيد ستتوقف الطاحونة فور سماعها ثلاث كلمات وهمس له في أذنه بالكلمات الثلاث نعم فهم سأذكر هذه الكلمات جيداً حسناً انتفقنا إذاً انتفقنا وعندما استعاد هانس وعيه وجد نفسه أمام بيته حاملاً الطاحونة العجيبة افتح الباب يا لك من أحمق متى تقلع عن تصرفاتك هذه؟ أراك تحمل طاحونة من أين لنا بالقمح أيها الأحمق؟ الأولاد بانتظارك وهم يتدورون جوعاً ماذا عسك أن تفعل الآن؟ هيا أجبني مهلاً مهلاً يا عزيزتي انظري إلى ما أحضرت انظري سأحقق لك كل ما تتمني ماذا تريدين؟ قولي ماذا تريدين أن أحضر؟ حسناً ما الذي أريده؟ نعم أريد شمعة أفضل محالك ولا أستطيع أن أرى حتى وجهك حسناً فلنصنع بعض الشموع وجرب هانس الطاحونة العجيبة أخرجي أيها شموع هيا هيا بسرعة هيا يا طاحونتي هيا يا حبيبتي ترلم ببا غير محقون شموع غير محقون لا أزدد أما زلت تعتقدين أني أحمق يا زوجتي العزيزة؟ طلب هانس بعض الخبز والسلع الأخرى من الطاحونة كانت تلك أسعد ليلة مرت بها عائلة هانس وهكذا أصبح هانس أغنى رجل في البلاد بفضل الطاحونة العجيبة وعندما سمع لارس قصة الطاحونة عقد العزم على أن يحصل عليها بأية طريقة كانت وفكر أن الطاحونة ستغنيه عن السفر بعيدا إلى الجنوب بغية شراء الملح وأنه بفضلها سينتج كل ما يبتغيه من الملح كي يصبح أغنى رجل وجدتها وذات ليلة تمكن لارس من سرقة الطاحونة العجيبة ثم قرر الرحيلة إلى بلاد بعيدة من أجل بيع الملح هناك فركب سفينته وأبحر بها وفي البحر حاول لارس استخدام الطاحونة للحصول على الملح أيتها الطاحونة أريد ملحا أبيض هيا بسرعة نجحنا سأصبح غنيا وهكذا تدفق الملح خارج الطاحونة بشكل مستمر ولم يتوقف أبدا أجل فلم يعلم أحد بتلك الكلمات التي توقف الطاحونة سوى هانز إنها لا تتوقف أبدا يا إلهي أوقفها أوقفها يحن في خطار أوقفها سمعني أقرار أحتي في الطاحونة آه يا إلهي أحتي في خطار آه 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 سفينتي ستغرق آه آه وهكذا استقرت الطاحونة العجيبة في قاع البحر إنها ما تزال تدور وتنتج الملح حتى يومنا هذا بعد أن شاهدتم قصتنا هذه أرجو أن لا تكونوا قد صدقتم بأن سر ملوحة مياه البحر هي الطاحونة إنها مجرد حكاية